حقق نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش انتصاراً مفاجئاً في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام في التنس وبعد أن أمر القاضي أنتوني كيلي بالإفراج عنه من مركز احتجاز المهاجرين واعتبر أن قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء تأشيرة نجم التنس لدخول البلاد يفتقر إلى المنطق وحكم بعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه ما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالمياً للفوز بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى في حال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتحتجز السلطات الأسترالية جوكوفيتش ابن الرابعة والثلاثين ربيعاً الذي يعتبر من أبرز الرياضيين الرافضين لتلقي التطعيم في فندق للمهاجرين إلى جانب طالبي اللجوء المحتجزين منذ خمسة أيام وسمح له بحضور جلسات الاستماع الافتراضية لكنه لم يشاهد علناً منذ وصوله إلى أستراليا وجاد لموحمو جوكوفيتش بأن إصابته بالكورونا في السادس عشر من ديسمبر الماضي تؤهله للإعفاء الطبي من شرط حصول الأشخاص غير الأستراليين الذين يدخلون البلاد على التطعيم المزدوج ومع ذلك قالت الحكومة الأسترالية إن غير المواطنين ليس لديهم حق الدخول إلى الأراضي الأسترالية وشددت على أنه بالرغم من فوز جوكوفيتش بالدعوة القضائية فقد احتفظت بالحق في احتجازه مرة أخرى وإبعاده من البلاد لتستمر أزمة جوكوفيتش بتصدر العنوين مع تخوفات لتصاعد أزمة دبلوماسية بين أستراليا وصربيا مصحوبة بملف الكورونا الذي لا يزال يتفاعل بأعلى المشتويات إذن كما شاهدت أزمة جوكوفيتش أصبحت أزمة تهدد دبلوماسية تهدد كل من سربيا وأستراليا على سبيل المثال عندما أصدرت المحكمة القرار بأن تمنع تأشيرة دخوله وكانت فرحة لأنصار جوكوفيتش ذهب أنصار جوكوفيتش في مدينة بلبون وأصبحوا يرقصون ويهتفون مع مناكفات مع بعض الشرطة اللافت للاهتمام هو أن جوكوفيتش يوضع في مكان الذي هو محجوز فقط لطالبي اللجوء ولم يشاهد للعلن لحد الآن منذ احتجازه طبعا والدة جوكوفيتش ووالد جوكوفيتش قاموا بمؤتمر صحفي يقولوا يعني والد جوكوفيتش قال بصراحة بأنه هو يعتقد بأن السبب هو فقط سبب سياسي لا يعلق له بغيروس الكورونا وإنما بسبب أن جوكوفيتش يعتبر هو من أكبر رياضيين العالميين الرفضين لأخذ التطعيم والبعض يقول بأن هذه الطريقة التي تقوم فيها واستطالة هي للضغط على هذا اللاعب لكي يأخذ تطعيم بالنهاية خاصة من أن محامي جوكوفيتش قال في حد التصريح في المحكمة ويقول بأن جوكوفيتش أصيب في السادس عشر من ديسمبر الفاعة وهو لا يحتاج إلى تطعيم الزويل الصحفي في آي 24 نيوز ويسام كبه شكرا جزيلا على جميع هذه المحكمة ترجمة نانسي قنقر